أهلا بكم في هذه التخطية الخاصة من شاشة تلفزيون اليوم السابع بدأنا في الشهر الثالث من الحرب الأوكرانية الروسية ولا أمل في نهايتها قريبا على ما يبدو وهو الوقت اللي كشفت تقارير إعلامية غربية أن آل بوتن الحربية تضررت خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحصدت خسائر فادحة في الجنود والعتاد إذن ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حجم الخسائر الروسية ارتفع بشكل ملحوظ مع دخول العملية العسكرية شهرها الثالث وتشير الأرقام اللي نشرتها القوات البرية الأوكرانية صباح الأحد إلى أن روسيا فقدت حتى الآن 21.800 جندي و 873 دبابة و 179 طائرة إلى جانب غرق تراد الصواريخ الموجهة من موسكابا وأضافت أيضا كما تم تدمير 2238 عربة مدرعة و 154 هليكوبتر و 408 من الأنظمة الدفاعية تقول القوات البرية الأوكرانية أن المقاومة القوية ألحقت أضرارا جسيمة بالمعدات والآليات العسكرية الروسية إذن يوضح مراقبون أن الخسائر الفادحة في القوات الروسية تعود إلى القرارات التكتيكية السيئة من قبل القادة العسكريين الروس والتقليل الكبير من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية إذن ذكر مايكل كلوريك الأستاذ الزائر في قسم دراسات الحرب في كينغز كوليج لندن أن الجيش الروسي كان يتألف في بداية الحرب من 280 ألف جندي في مقابل نحو 125 ألف جندي أوكراني مضيفا لكن في الحقيقة عدد الجنود الروس اللازم للاستيلاء على البلاب بأكملها والسيطرة على السكان يجب أن يناهز المليون أضاف أيضا هذا يبرز أن الكريملين قلل بشكل مؤسف من حجم القوة اللازمة لإجبار أوكرانيا على الخضوة في الوقت نفسه تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمار زلينسكي الأحد في رسالة بمناسبة عيد القيامة عند المسيحيين أو الأرثوذوكس بأن الشر لن يدمر البلاد وصل من أجل أن تعود السعادة للأطفال والأمهات قال في خطاب بالفيديو وهو يقف داخل كاتدرائيط القديسة صوفية الشهيرة في كياف التي تعود تاريخ لنحو ألف عام إن أوكرانيا ستتغلب على الظلام الذي جاءت به هذه الخرم أضاف أيضا وهو يرتدي زيا كاكي اللون أصبح يميز ظهوره منذ الاجتياح الروسي إذن اللون كاكي الذي أصبح يميز ظهوره منذ الاجتياح الروسي لازم نؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر من جديد ولدينا جميعا قناعة بأنه لن يدمرن أي شر أو حتى أي جماعة وتابع قائلا نواجه أوقاتنا أو أوقات عصيبة وفي هذا اليوم أغلبنا لا يرتدي ملاب الزاهية لكننا نقاتل من أجل فكرة مشرقة وشهدت البلاد الأحد احتفالا متواضعا بعيد القيامة بعد شهرين بالضبط من بداية هذا الاجتياح الروسي الذي يصف الرئيس الروسي بلاديمار بوتون بأنه عملية عسكرية خاصة وقال حاكم منطقة لوجانسك إن الضمار لحق بسبع كنائس هناك بسبب هذه الحرب وبينما كان من المعتاد أن تمتلئ الكنائس خلال الليل وفي الصباح لحضور قداس عيد القيامة إذن طلبت السلطات هذا العام من الكنائس أن تقلل عدد الحدود بسبب المخاوف من استهدافهم بالصواريخ قال مسؤولون محليون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مدينة بلغورد هي المركز الإداري لمنطقة بلغورد الروسية شمالية الحدود مع أوكريم